هند سألت السؤال الذي يتكرر علينا مراراً وتكراراً في هذا البرنامج وهو كيف يقاوم الإنسان الوساوس سواء كانت في أمور الاعتقاد والغيبيات أو كانت وساوس في أمور العبادة والطهرة الوساوس تختلف باختلاف حال الإنسان من الأشخاص من يكون مصاباً بالوسواس القهري وهذا لا بد أن يراجع الأطباء لأجل أن يعالجوه بالأدوية أو بالعلاج السلوكي وهو ما يسمى بالجلسات لأن مثل هؤلاء وإن كانوا ينصحون بأنهم لا يلتفتوا إلى الوساوس ولكن ليس بإمكانهم ذلك هذا ما ذكره لنا عدد من الأطباء المتخصصين والذهاب إلى الأطباء في هذا الأمر أمر عادي لأن كما هو معلوم الطب النفسي تخصص له قواعده وأصوله والمتخصصون فيه أشخاص نحسبهم والله حسيبهم من الثقات والذين ثبت نفعهم وأما إن كان الوسواس يسيراً فإن الإنسان يعالج نفسه بنفسه يسعى جهده إلى أن لا يلتفت إليه ويستعيذ بالله يكثر الاستعاذة من الشيطان الرجيم ويحاول أن لا ينساق خلف هذه الوساوس ترجمة نانسي قنقر